إذن في مؤتمر صحفي من بيروت قال القيادية في حركة حماس غازي حمد إن الاحتلال الصهيوني الإرهابي لم يستطع طوال هذه الفترة تحقيق إنجاز سياسيا أو عسكريا أو أبنيا وأكد أن كتائب القسام استطاعت صد قوات الاحتلال الصهيونية في كل الأماكن التي حاولت الدخول منها وألحقت بها خسائر فادحة في الأفراد وكذلك العتت لكن نحن نقول هنا بكل ثقة وضحظا لكل الروايات الصهيونية بأن هناك نجاحا في دخول قطاع غزة هو عبارة عن فشل كبير لم تنجح إلا في بعض المناطق المحدودة في دخول بعض الأمتار القليلة داخل حدود قطاع غزة وهذه جاءت من أجل التغطية على الفشل الكبير الذي منيت به قوات الاحتلال طوال 24 يوما من استخدام الأسلحة والدمار والقصر والقتل الجماعي والإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني المدنيين العزل في قطاع غزة دولة الاحتلال وجيش الاحتلال لم يستطع طوال هذه الفترة أن يحصل إنجازا سياسيا ولا عسكريا ولا أمنيا ضد كتائب القسام أو قوات المقاومة التي تعمل في قطاع غزة ولذلك كان يصب جام غضبه وانتقامه على المدنيين هذا وأضافت دكتور غزي حمد أن كتائب القسام تمكنت من صد قوات الاحتلال في كل الأماكن التي حاولت التوغل مشيرا إلى أن غزة ستبقى عصية على الاشتياح والانكسار أقول بكل ثقة أن كتائب القسام وضمن الاستعداد والجاهزية العالية والتكتيكات القتالية المدربين عليها استطاعت أن تصد قوات الاحتلال في كل الأماكن في بيت حنون وبيت لاهية في الشجعية وفي خان يونس وفي مناطق عديدة وبكل ثقة استطاعنا بحمد الله واستطاعت كتائب القسام أن تلحق بهم خسائر فادحة وكبيرة جدا في الأفراد وفي المعدات نحن نقول بكل ثقة أن غزة هي مقبرة للغزاء ونحن لدينا الكثير مما نفاجئ به هذا الاحتلال وإن شاء الله غزة ستبقى عصية على الاشتياح وعصية على الانكسار هذا وأشهر القيادية في حركة حماس الدكتور غازي حمد لأن المظاهرات التي خرجت في معظم دول العالم مما فيها الدول التي أعلنت حكومتها الوقوف بجانب الاحتلال تؤكد وعي الشعوب ووقوفها مع الحق داعيا إلى استمرار هذه التظاهرات لم يخرج في العالم مسيرة واحدة تدعم دولة الاحتلال لم يخرج في العالم مسيرة واحدة تدعم دولة الاحتلال حتى في الدول التي ساندت هذا الاحتلال هذه علامة على أن إسرائيل منزوعة الشرعية وعلى أن الشعوب تملك من الوعي والفهم أنها تعي تماما أن الحق إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن دولة الاحتلال لا تملك شرعية ولا تملك غطاء الشعوب اليوم تقف موقف عظيم وكبير ولذلك نحن ندعو إلى استمرار هذه المسيرات والمظاهرات من أجل وقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وإلى دعم مقاومته ضد الاحتلال وإلى دعم مطالبه بتحقيق الاستقلال والحرية والحصول على الدولة المستقلة وعلى إنهاء الاحتلال اشتركوا في القناة